بعيدة عن أي اهتمام رسمي توجه سقطرة مشكلتها وحيدة حيث ضربت موجة مدارية الأرخبيل تدفقت على إثرها السيول التي تسببت بوقوع مشكلة لسكان وحرمت الكثير منهم من مغادرة منازلهم كما تسببت بتوقف الرحلات الجوية لصعوبة الوصول إلى المطار المحافظة شهدت تدفقا للسيول ما تسبب بقطع شبكة المواصلات وحدوث أضرار في الطرق الحيوية والرئيسية منذ سنتين تغضع محافظة سقطرة لسلطة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بعد الإطاحة بمحافظها السابق رمز محروس وتعين قيادات من المجلس الانتقالي وهذا أسهم في تعثر التنمية في المحافظة والتوقف أغلب المشاريع الخدمية منذ وقوع إعصار لبان وتشابالا قبل سنوات تقريبا غاب الاهتمام بالمحافظة وذلك فاقم من الأضرار خصوصا في مزارع المواطنين وأودية الجزيرة جراء تأثيرات المنخفضات الجوية المتتابعة مجددا تجرف السيول عشرات من أشجار النخيل ومضخات وأنابيب المياه للمزارعين كما تسببت بوقوع حوادث سير ووقوع خسائر مادية في بعض مركبات السكان وبجهود ذاتية يحاول المواطنون فتح الطرقات لتطبيع الحياة في الوقت الذي يوجهون من أشهدات للجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم وكيل المحافظة عيسى مسلم تفقد الطرق المتضررة وطالب الحكومة بسرعة التدخل لإصلاح الطرق داعيا المنظمات الإنسانية العاملة في سقطرة للاستجابة الإنسانية الطارئة تحضر سقطرة في أجندة التحالف السعودي الإماراتي وتشكيلاته المسلحة إلا أنها تضيب ومعها الحكومة في إنقاذ وتخفيف معاناة السكان من تداعيات الأعاصير المتكررة وترد الخدمات ترجمة نانسي قنقر